وشاهدين للوقت سوف نتيب حضراتكم مع موجز الأهم الأنباء مع دينا تفضل يدي شكرا لك منا أتى ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت تيجر نيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي والعالهي للأردني الملك عبدالله الثاني رفضهما التام لتصفية القضية الفلسطينية أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينين كذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من العاهل الأردني تم خلال تبادل وجهات النظر بشأن جهود التهدئة وأشدد الرئيس السيسي والملك عبدالله على ضرورة وقف الحرب بشكل فوري لإنقاذ قطاع غزة من المأساة الإنسانية التي واجهها كما أحذر الزعيبان من خطورة استمرار الحرب في غزة والتساع نطاق الانتهاكات التي تشهدها الضفة الغربية بما يدفع نحو توسع الصراع بالمنطقة ويؤدي لتدعيات سلبية على شعوب المنطقة كافة وعلى السلم والأمن الدوليين أجرى بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج اتصالين هاتفين مع كل من نجيب مقاطي رئيس الحكومة اللبنانية وعبدالله أبو حبيب وزير الخارجية وذلك لمتابعة الموقف في لبنان في ضوء الهجوم السيبرانية الذي أصفر عن تفجير جهزة الاتصالات في العديد من المناطق اللبنانية وأكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل للبنان الشقيقة وحرص مصر على أمن واستقرار لبنان وعدم انتهاك سيادته من أي طرف خارجي وعرض عبدالعاطي تقديم كل دعم ممكن للأشقاء في لبنان خلال هذا الظرف الحارج وأجدد عبدالعاطي خلال الاتصالين التحذير من خطورة التصعيد الإقليمي في المنطقة والانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة قال باسم غانم مصرشار وزير الصحة اللبنانية إن عدد قتل انفجارات أجهزة الاتصال المحمولة بيجر في لبنان ارتفع إلى تسعة بينما وصل عدد المصابين إلى 2750 مصابا وكان حزب الله اللبناني قد حمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية انفجار أجهزة الاتصالات في أنحاء لبنان متعهدا بالرد على جرائم الاحتلال في لبنان ومن جانبه أعلن التلفزيون الإيراني أن السفير الإيراني في لبنان مكتبة أماني أصيب فيها أحد هذه الانفجارات لكنه أوضح أنه بكامل وعيه ولا يوجد أي خطر عليه أعلن جهاز الأمن الداخلي إسرائيلي الشبك أنه أحبط مخططا لحزب الله لاختيال مسؤول أمني سابق بواسطة جهاز يتم التحكم فيها عن بعد يأتي هذا في الوقت الذي أجرى فيه وزير الدفاع الإسرائيلي عف جالنت ورئيس الأركان هيرتي هاليفي مشاورات مع قادة المؤسسة العسكرية والأمنية لبحث الوضع على الجبهة الشمالية وصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على مناطق متفارقة بقطاع غزة وعلن الدفاع المدني بقطاع غزة استشهاد شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منزل على شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة وفي جنوب قطاع غزة نسفت قوات الاحتلال مباني سكانية غرب وشرق مدينة رفح الفلسطينية كما أوضحت مصادر فلسطينية نقل شهداء ومصابين للمستشفى بخان يونس بعد قصف إسرائيلي استهدف مخيم الصمود للنازحين جنوب قطاع غزة ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال مقتر البعض عسكريين بينهم ضابط وإصابة خمسة آخرين في كمين وقع أمس في منطقة رفح الفلسطينية أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلو هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية أنه يجب أن لا يكون هناك إعادة احتلال لغزة وأن لا يكون هناك تغيير في الخطوة الإقليمية في القطاع وأكدت هاريس ضرورة أن تكون هناك قدرة على توفير الأمن في المنطقة لجميع المعانيين بطريقة تحقق الاستقرار مشيرة إلى ضرورة إنجاز صفقة والتوصل لاتفاق وقف النار في قطاع غزة أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدد وأوضح الجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخ هو الثاني الذي تطلقه بيونج يانج خلال أسبوع ومن جانبها أكدت اليابان عملية الإطلاق وأن جهاز خفر السواحل الياباني أصدر تحذيرا للسفن ختم مجزئة التاسعة فواصل ونعود لحضراتكم لسكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة